شكرا جزيلا شكرا جزيلا سيدي رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية المصر العربية السيدة رؤساء الدول والحكومات السيد رئيس مفاوضة الاتحاد الافريقي السيدة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيدات والسادة إنني أود أولا أن أقدم لأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحكومته والشعب الشقيق المصري أود أن أقدم لهم تقديري لكرم الضيافة وحسن الوفاد المعتاد والذي حضينا به وكذلك الوفد المرافق لي إنني أود أن أتواجه بالشكر وأهنأ سيدة رئيس عبد الفتاح السيسي للدعوة لتلك القمة التي تطرح لنا فرصة حتى نتشارك فيما بيننا أفكارنا فيما تعلق بالموقف في السودان والسعي سويا إلى إيجاد حل سلمي لهذا الصراع الذي يمكن أن يؤثر سلبا على استقرار المنطقة وكذلك تنميتها وبالفعل في الوقت الذي تستمر فيه دولنا في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الاجتماعية والإنسانية نتيجة وجائحة كورونا وتغيرات المناخية والإرهاب والحرب في أوكرانيا ها نحن نواجه صراع مسلح داخلي حرق للغاية في السودان إن هذا الموقف المأساوي يبعدنا كل يوم أكثر عن الهدف هدف إسكاة الأسلحة حتى عشرين ترستين وهذا يعيق الظروف التنمية الاقتصادية لدولنا وفي هذا الصدد جمهورية إفريقيا الوسطى تعرب عن رضاها للدعوة إلى تلك قمة التي تضم كافة دول جواري السودان وهذا يدل على الأولوات التي نوليها لهذا الهدف الخاص بالعودة إلى السلام في سودان وفقاً لمبادئنا ومبادئنا وهويتنا الإفريقية الحق السيدات والسادة إن الصراع الذي اندلع في السودان في خمستاشر أبريل عشرين تلاتة وعشرين وحتى الدولة كانت بصدد إقامة حوار واعد بين كافة القوى في الأمة هذا يشكل بنسبة لمنطقتنا وخاصة فيما تعلق بدول الجوار يشكل تهديداً وتحدياً يصيب سلباً الاستقرار في المنطقة وكذا التنمية ومثل أي سراع العواقب مأساوية بالنسبة للسكان وهذا يكبرهم على نزوح جماعي سواء في الداخل وفي خارج السودان إن جمهورية إفريقيا الوسطى من بين الدول السبعة التي تتشارك مع سودان حدود طويلة ولها مع تلك الدولة الشقيقة علاقات صداقة وتعاون وحسن جوار هذه العلاقات القوية علاقات الأخوة بيننا السودان قد في 2019 قد استقبالت محادثات أدت إلى توقيع في منجي 2019 اتفاق سياسي حول السلام المطلحة بين الحكومة وبين الأربعة عشر جماعة مسلحة السيدات والسادة إنني أود هنا أن أعرب عن انشغالنا وقلق البالغ لجمهورية أفريقيا الوسطى فيما تعلق بالموقف الموجود في السودان وكذلك كما تعلمون إنعكاسات الحرب في السودان تتخطى الحدود مع تلك الدولة الشقيقة ونشعر بها في جمهورية أفريقيا الوسطى وفي الدول المتاخمة الأخرى وهناك 8200 كيلومتر من الحدود مع السودان إن في جمهورية أفريقيا الوسطى الباقعة في غرب السودان قد حتى يومنا هذا استقبلت موجة من النزوح بـ 14 ألف فرد إن الغالبية قد استقروا في المنطقة ولجأوا إلى مفاوضات العلية على شؤون اللاجئين وهناك الآخرين الذين حضوا بضيافة السكان المحليين ولكن يتحتم الإشارة إلى أن الوصول الكثيف لللاجئين وكذلك التوتر الموجود على الحدود كل ذلك قد أثر على الأمن وقد شاب المؤن بالإضطراب المؤن التي يستفيد منها السكان وهناك نقص في الغذاء ونقص في المحروقات وهذه المنطقة أصلاً ضحية الاعتداءات الإرهابية والتغايرات المناخية وخاصة في موسم الأمطار الذي يظل عشرة أشهر مما يجعل السكان المحليين وضعهم هش وكذلك الموقف الإغاث الإنساني مأسوي ويزيد على ذلك تجارة غير المشروع الأسحة الخفيفة من خلال الممرات ومن نظر إلى ضعف السيطرة على الحدود لدينا السيدات والسادة نحن نحيي تلك المبادرة وأجدد تهانية للسيد الرئيس السيسي في هذا الصدد وأود أن تهز الفرصة فرصة هذه القمة لدفع أشقائنا في السودان لدى أن يؤثروا الحوار من أجل دعم السلام السلام الذي يتطلع إليه الشعب السوداني إن جهودنا فيما تعلق بالأمن والتنمية من المؤسف أن نرى أن هناك تحديات جيوسياسية التي تتخطى وتفوق قدرات منطقتنا ولكن على الأقل أود أن نشيد إلى الأزمة السودانية ويجب علينا أن نتفادى أي تدخلات خارجية في موقف كهذا وعلينا أن ندعو الأشقاء السودانيين إلى ندعوهم إلى أعطاء فرصة للسلام من خلال حوار ومفاوضات من خلال مختلف الآليات التي تم إرسائها أود أيضا أن أدعو دول الجوار للعب دور الوساطة من أجل العودة إلى السلام لأن السلام والأمن في السودان يعتمد عليه الأمن والسلام في منطقتنا إن جمهورية إفريقيا الوسطى تعرب عن أملها حتى يستيقض ضمير كل شخص فينا وأن نعود إلى الوحدة الحقيقية لأن هذا ليس خيار ولكن هذا يعد ضرورة ملحة من أجل إرساء الأمن والسلام في منطقتنا وأنهي قولي بدعوة الأطراف ومتعدد الأطراف إلى تقديم كافة الدعم الإنساني إلى الأشقاء في السودان وكي يمن علينا الله بالنجاح في ما نفعله وشكرا لكم وحسن إنصاتكم ترجمة نانسي قنقر